ابدأ فعليا بما حصل في الضفة الغربية منذ حوالي ستة ايام او سبعة ايام على بدء العدوان على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة نتحدث عن عشرات المعتقلين الذين تم اعتقالهم هذه الليلة لوحدها تسعة واربعين معتقل تم اعتقالهم من انحاء متفرقة من الضفة الغربية ومنطقة القدس على وجه التحديد بحجة اجهاد او ربما يعني انهم يشكلون خطرا على اسرائيل بين قوسين بكل الاحوال نحن نتحدث فعليا كوثر عن الف وخمسمائة وسبعة وثلاثين شهيد في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس نحو ستة الاف وستمائة واثنى عشر جريحا في الضفة الغربية لوحدها في خلال اسبوع واحد خمسة او ستة وثلاثين شهيد واكثر من ستمائة وخمسين جريح هذه الليلة الماضية على وجه التحديد حتى الساعة الثانية عشر ليلا كانت هناك اصابات وكان هناك عداد من المصابين نتحدث عن يعني خمسة وثلاثين شهيد اخرهم الفلسطيني او الشاب الفلسطيني سليمان فريد ملص 24 عام الذي استشهد بجروحه التي اصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي على وجه التحديد في الرأس في قرية دارب زيع او بلدة دارب زيع غربي مدينة رمالة بكل الاحوال كوتر الرئيس الفلسطيني فعليا سيلتقي بوزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين هذا اليوم في العاصمة الاردنية عمان وهناك ايضا في هذه اللحظات كما يردون من زملاء صحفيين من الاردن بان هناك حشودات جماهيرية بدأت بالتوجه نحو الحدود الفلسطينية الاردنية حتى يعني او استجابة للدعوات التي اطلقت نصرة لقطع غزة في الضفة الغربية هناك تجديدات كبيرة جدا وجدا من الجيش والقوات الخاصة وايضا وحدات المستعربين انتشرت في كل مكان هناك رفع حالة التآهب ايضا في الضفة الغربية دفع بمزيد من القوات باتجاه المناطق التماس او المناطق التي فيها تجمعات استيطانية بشكل كبير خشية من قيام الفلسطينيين بتنفيذ عمليات ضد المستوطنين او ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي ليلة امس شهدنا اكثر من عمليات اطلاق نار استهدفت حاجس قلندية استهدفت مناطق في ابوديس والعزرية للجيش الاسرائيلي ايضا في مخيم بلاطة كان هناك اشتباك مسلح بين الجيش الاسرائيلي وبين الشبان المقاومين من فصائل المقاومة الفلسطينية التصدل للجيش الاسرائيلي بكل الاحوال نلحظ بان الاوضاع هذا اليوم في الضفة الغربية ستعم المسيرات بعد الدعوات التي دعت اليها الفصائل الفلسطينية والنشطاء الشباب سيتم الخروج في مسيرات باتجاه نقاط التماس بمختلفها وهذا طبعا الاكثر ربما سخونة نعم تطلاق الرصاص الحي وليس استخدام ايضا وسائل قمع عادية ووسائل كنا نلحظها في ممضة نعم كوسى ترجمة نانسي قنقر